العراق كانت مشكلة أن العراق في خفة سكانية وده نفس الشيء في سوريا وده كان من أيام الرئيس الراحل صدام حسين أن العراق فكر أن يستعين بالعمالة المصرية في مجال الزراعة لأن العراقيون بطبيعتهم ليسوا ميالين للزراعة فبالتالي كان هناك 2 مليون مصري أغلبهم يعملون في قطاع الزراعة وهذا مجال مهم جدا أن تسهم فيه مصر في إعمار وتنمية العراق الزراعة بالذات لأن العراق لديه بلد النهرين ولديه يمكنك الزراعة كبيرة لما حصل الغازو الأمريكي العراق وأنهيار البنية الأساسية العراقية مصر موجودة لكن ينبغي أتصور أن مصر ينبغي أن تتوسع في هذا التواجد وإن شاء الله نستفيد به سوريا الآن شيء مأساوي أنك تسمع أن حجم الضمار سيكلف إصلاحه 400 مليار دولار وده رقم مهول لأستصور أن دولة واحدة يمكن أن تنفرد به وبالتالي علينا واجب تجاه سوريا وسوريا ترحب طبعا بالوجه المصري ونحن وجه مقبول جدا في سوريا ليبيا قصة أخرى ده ليبيا كفيها 2 مليون مصري يعني يكاد يكون تلت الشعب الليبي من المصريين طبعا بعضهم عاد إلى قواعده في مصر لكن ما زال هناك أكثر من مليون مصري يعملون في ليبيا وليبيا الآن طلبت أن يعود مليون مصري إلى العمل في ليبيا ليه سد الفجوة والحاجة إلى مزيد من الأيد العاملة وطبعا كما أكرر مصر وجه مقبول جدا ليست لها ميول استغلالية أو استعمارية في هذه البلدان فنحن وجه مقبول وينبغى أن نكون عند حسن الظن وأن نختار أفضل العناصر لكي تحسن تمثيلنا في هذه البلدان ترجمة نانسي قنقر